اشتركوا في القناة انه هو يرجع ويتوب الى الله عز وجل فتليها يكون من الذين يمن بما اعطى ويكون له سيرة غير محمودة يعني بيدي الحاجة وبعد يتكلم بقى ويمن والمنان هنا بقى غير محمود نهائيا وتليها يعطي الصدقة يعني بقى تصدق وكل حاجة ويتهاون بالناس او يحتقرهم يعني يتعاملوا معهم باسلوبه انه هو فوقي عن نوع من الغرور والتكبر وحاجة ازاي كده ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول قول من معروف ومغفرة تنخير من الصدقة يتبهها ازا والتاني يهل الذين امانوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والازل كالذي ينفق ما له رعاء الناس فالموضوه كبير يا جماعة مش هين يعني انسان لا تحقرن من المعروف شيء ممكن يكون حاجة بسيطة جدا ولكن انسان بيعطيها في السر ولا يمن ولا يتكلم وهذا فضل من الله انه وفقه لفعل هذا الخير حتى يغتنم اجر هذا الفعل من عند الله عز وجل فكل حاجة من عند ربنا لو رأحت لو انت توفقت فعمل بر تماما او عمل صالح تماما خالص لله سبحانه وتعالى فهذا توفيقه من الله فالواحد يقول الحمد والله برضو ان ربنا وفقني لانك ممكن ان انا موفقش او لساني يغلط واقول كلام مش كويس يعني ابطل الصدقة يبطلها الصدقة المن يبطل الصدقة ويحبط العمل الصالح المن هو اعتبر افا افا او مرض يبطل او يضر العمل الصالح ولذلك الانسان مش مهم تعمل كتير لكن المهم حافظ على اللي تعمله اعمل اللي بتعمله صغير او ليل او على قد مستواك على قد قدرتك ولكن الامر يكون اهم حاجة ان انت متجرعش الناس وتحتقر الناس وتتهاون بالناس دي اعتبر الصورة اللي هي بيشوفها دي نوع من التحذير من ربنا سبحانه وتعالى بيقوله ارجع وتوب على انت فيه سيبك من الغرور التكبر سيبك من الامر دي لا تمن وما تجرعش الناس وتأثر في نفسهم لان ربنا اديك مش معنى كذلك ان انت تتهاون او تحتقر من هو اقل منك فالله ايه قادر يغير الامور وتكون الامور عكسية دي تعتبر تاليها يؤتيه سفر يعني السفر هنا بقى فيه نوع امور خفية كتيرة مش هنتكلم فيها لان لو ما رجعش عن الامور دي كلها هيأتيه سفر نوع السفر ايه حاجات كتيرة هنبقى نوع الله ان شاء الله في فيديوهات تانية سفر اللي هو امور خفية فيها ان شاء الله تعالى هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته